كثيرة هي الثروات الطبيعية في العراق والغاز أحدى هذه الثروات التي لم تستغل ولم يتم توظفها بما يخدم اقتصاد العراق كغيرها من الثروات في البلاد بسبب غياب الرؤية الاستثمارية وسوء التخطيط فلا تزال تفاصيل هدر الغاز المصاحب للحقول النفطية أو استثماره أو حتى التخلص من أضراره الصحية والاقتصادية محط تجاذبات واختلافات في الرؤى والحلول بين مختصين نفطيين ومسؤولين حكوميين البنك الدولي كشف في إحصائية الله بأن العراق يحتل المرتبة الثانية في العالم بين البلدان التي تقوم بإحراق الغاز بشكل كبير في مواقع إنتاج النفط إذ جاء العراق بعد روسيا بثمانية عشر مليون متر مكعب الكمية التي يتم هدرها تعادل نصف ثروته النفطية أي ما يزيد عن عشرة ملايين دولار يوميا بسبب عدم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب للحقول النفطية كما أن كمية الغاز الطبيعي المحروق المصاحب للنفط المنتج في أبار البصرة وحدها تقدر سنويا بنحو 12 مليار متر مكعب وعلى الرغم من أن كمية الغاز التي يتم هدرها يمكن أن تغطي احتياجات العراق من الطاقة بالكامل إلا أن الحكومة ما زالت تستورد الغاز الطبيعي من إيران التحذيرات من تفاق مشكلة هدر الغاز المصاحب للحقول النفطية في العراق وأضرارها الاقتصادية والصحية والبيئية لم تكن كافية لتحفيز الحكومة على اتخاذ إجراءات ووضع خطط استراتيجية لاستثماره حرق الغاز لن يفقد البلاد قيمة المحروق منه فقط بل يسبب تلوثا هائلا في البيئة إذ يراكم انبعاث الغاز نحو ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون في سماء العراق والمنطقة ما يجعله من أكثر البلدان في العالم تلوثا بالغازات المسببة للاحتباس الحراري